أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي قناة ميديان تيفي إذن اقترب موعد الدربي البيضوي في نسخته الخامس والاربعين بعد المئة في تاريخ المواجهات بين الفريقين عشاق الرجاء وعشاق الوداد يتوفدون اتباعا على المركب الرياضي محمد الخامس حيث نهو التوجد هنا بمدينة الدار البيضاء اللقاء سيجرى بشبك مغلقة في ظل نفذ جميع التذاكرة التي طرحت البيع سواء عن طريق الانترنت أو عن طريق نقاط البيع المختلفة هنا في العاصمة الاقتصادية قوة التنافس بين الفريقين وقوة التنافس بين جماهير الفريقين جعلت السلطات الأمنية تخصص أكثر من 3000 رجل أمن لتأمين هذه المباراة التي تدخل ضمن فعاليات الجولة العشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم مباراة سيفتقد فيها الوداد خدمات العديد من لاعبيه وأبرزها الإفواري الشيخ إبراهيم كومرا نيجيلي بابا توندي صلاح دين سعيد للإصابة وأيضا اللاعب يحيى جبران للإيقافة فيما سيفتقد فريق رجاء خدمات قلب الدفاع العميد بادر بن المصاب وأيضا اللاعب محمود بن حليب لأسباب انضباطية النسخة السابعة والعشرون بعد المئة من الدربية البيضاوي في البطولة الاحترافية بالتحديد سيقوده الحكم ردوان جيد للمرة الثامنة وبالتالي سيكون ثاني أكثر الحكام المغاربة قيادة للديربي البيضاوي بطبيعة الحال شعار الانتصار هو الشعار الأبرز في هذا اللقاء الرجاء يطمح لتقليس الفارق عن الوداد الذي يبتعد عنه بفارق خمس نقاط كما يطمح أيضا للاقتراب من ثلاثي المقدمة علما أنه يملك مباراة ناقصة سيجريها لاحقا أمام فارق الفتح الرباطي فيما الوداد يطمح لتحقيق أكثر من رهان بالانتصار في مباراة اليوم أول شيء طبعا هو استعادة المركز الأول الذي صعد إليه أمس فارق نهضة مركان الفائز في الرباط على الجيش المالكي أيضا الحفاظ على فارق الخمس نقاط الذي يفصله عن الرجاء وطبعا رد الاعتبار من إقصائه أمام فارق الرجاء في البطولة العربية قبل أسابع